قصة القطة المتحيرة لولي من نعم الله علينا أيها الأحبة نعمة الرضا تلك النعمة التي يغفل عنها الكثيرون ولهذا إن رضينا بكل ما أوتينا من قضاء الله أرضان الله بكريم وواسع عطائه فيجب علينا أن نكون دائم الحمد والشكر لما ألعم الله علينا به من مختلف النعم التي قد نغفل عنها بعض الوقت وفي قصة القطة لولي عبرة وعظة لنا جميعا كانت القطة لولي قطة جميلة للغاية ولكنها لم تكن تشعر بجمالها هذا وكانت القطة لولي دائمة السخط فقد كانت تنظر لنفسها بالمرآة كل يوم طويلا ثم تتأطئ برأسها بعد ذلك وهي لا يعجبها شكلها ولا حالها كانت لولي دائمة التذمر مما دفعها لمراقبة غيرها من الحيوانات طويلا فلا تكاد ترى حيوانا آخر حتى تظل تتطلع إليه وتتأمل ملامحها وتتخيل نفسها أنها مثله في يوم من الأيام كانت لولي قد تخيلت نفسها تطير مثل الطيور التي ترى محلقة في السماء كل يوم ومرة أخرى حلمت بأن تصير سمكة تتجول بالمياه كيفما شاءت دون خوف ومرة أخرى تقفز مثل الكانغارو وعندما ترى مجموعة من البط تسبحن بالمياه تحلم بأن تكون مثلهم تستطيع السباحة وتطفو هكذا ولكن تلك الأحلام والأقنعة المتعددة التي كانت تراودها دائما لم تنجح في جعلها بطة أو سمكة أو طائرة حتى أن لولي قد شاهدت أرنبا يقفز عاليا ويأكل جزرة جميلة بأسنانه الكبيرة فأحبت تلك القفزة الرائعة وارتدت قناعا يشبه الأرانب إلا أن الأذنين الكبيرتين قد جعل الأمر سيئا للغاية فلم تستطع القفز أو الجرية بسببهما عادت القطة لولي إلى منزلها وهي تتزمر كعادتها فهي لم تستطع أن تصير أرنبا أيضا وأثناء العودة رأت قطيعا من الخرفان في طريقها للمنزل ولكن أن ترتدي صوفا مثلهم لن يجعلها قريبة الشبه بهم أو خروفا حقيقيا حتى فاتخذت قرارا آخر كان هو الأغرب تجولت القطة المتدمرة لولي بأحد البساتين الزاخرة بالفاكهة وبعد أن التقطت البعض منها وأحبت طعمها بدأت تفكر في أن تصير أحد أنواع الفاكهة الجميلة فقامت بوضع بعض قشور تلك الفواكه على رأسها فسقطت بعدها مستغرقة في نوم عميق من شدة التعب والإنهاك طوال اليوم ولكنها فجأة شعرت بشيء ما يحركها وهي نائمة ففتحت عيناها لترى مشهدا مرعبا حيث كان يقف حولها مجموعة كبيرة من الخراف ويحاولون جميعا فتح أفواههم لأكل القطة لولي ضنا منهم بأنها فاكهة وليست قطة نظرا للقشور التي وضعتها الأخيرة على رأسها وما أن أدركت لولي الأمر حتى خلعت عن رأسها القشور بسرعة وفرت من أمام الخراف مذعورة وهي تحدث نفسها بأن عدم رضاها عن شكلها أو كونها قطة كان من الممكن أن يعرضها لأن تؤكل في أي وقت وعادت إلى بيتها وهي مسرورة لأنها قطة واستطاعت الهروب من الخراف شكرا شكرا